أعلن منصق المبادرة رئيسية حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية محمد تورك عن استقبال 2000 صندوق مواد غذائية ضمن المبادرة مبادرة وصل الخير لخدمة أهالي كرة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية وأضاف تورك أنه بذلك يصل إجمالي وما استقبلته المحافظة إلى 8000 صندوق تم توزيعها على 7 مراكز مختلفة لافتان إلى أن القافلة تأتي ضمن الموجة الأولى لمجموعة من القوافل التي ستصل خلال الفترة المقبلة لتغطي مختلف مراكز المحافظة تباعا